إلى شأن الدولي الآن والبداية بفلسطين في حيث لم يكتفي الكيان الصهيوني بتوجيه ترسانته العسكرية صوبى الشعب الفلسطيني الأعزل بل يعتمد أيضا على استهداف الأجزاء العليا لأجساد الشبان الفلسطينية لإلحاق أكبر ضرر صباح محمد تفصل في هذا الموضوع تتعطى دولة الكيان الصهيوني مع الهبة الشعبية التي تشهدها مختلف المناطق الفلسطينية والتي فقدت السيطرة عليها مؤخرا بتغير ميزان الدم إزاء تصاعد العمليات الفدائية الكيان الصهيوني الذي لم يجد حرجا في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في حربه القذرة ضد الفلسطينيين العزل فاستهداف الأزاء العلوية لأجساد الشبان الفلسطينيين أصبح أمرا كثيرا للحدوث لإلحاق أكبر قدر من الضرر لسلامتهم صار الجيش الإسرائيلي يطلق علينا قنابل غاز ونخنقنا من قنابل صارنا تهيج وجد الإسعافة خدنا بعض هذه الإصابات كانت إصابات خطيرة كثير من هؤلاء الإصابات دخلت إلى غرف العمليات بصورة عاجلة وغرف العناية بعض هذه الإصابات يمكن كما رأيتم إصابات مباشرة عن طريق قنبلة الغاز بالأطراف العلوية وبالخص بالصدر استخدام الكيان الصهيوني المحتدي للقنابل المسيلة للدموع واستهداف الجزء العلوي للمنتفذين الفلسطينيين لكبح جماح الانتفاضة واستباحتها لنفسها لكل ما هو محظور يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية قوات الاحتلال تطلق أو تفتح نيران أسلحتها بغرض القتل أو إيقاع إصابات تنجم عنها إعاقات لأن معظم الإصابات على سبيل المثال في غزة من استشهدوا خلال الهبة الأخيرة كانت إصاباتهم في الجزء العلوي من الجسم وهذا يمثل انتهاكا جسيما لقوان القانون الدولي التي تفرض قيودا على استخدام القوة من قبل قوات الاحتلال في مواجهة مدنيين قوات الاحتلال تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وهي لا توقي بالا ولا تكترف لا بالقانون الدولي ولا بالمجتمع الدولي مع ذلك وبالرغم من الكشف الفاضح عن الانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني ذات الشعب الفلسطيني إلا أن المجتمع الدولي لا زال مكتوف الأيدي فمتى ينتفض الجميع لمحاسبة كيان احترف سياسة الفرار من العقب نبقى في الشان الفلسطيني دائما وفي غزة صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ندماء شهداء الهبة الشعبية وهم ينتفضون نصرة للقدس والمسجد الأقصى ستبقى سراجا على طريق تحرير فلسطين وأكد هنية خلال زيارته لجرح انتفاضة القدس في مستشفى الشفاء بغزة أن استمرار عدوان الصهيوني سيفجر كل الغضب الكامل في نفوس الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية مرسلنا في غزة شعب يوسف بعث بالتالي بأن استمرار العدوان على المسجد الأقصى وتهويد القدس والسير في مخطط تقسيم الزماني والمكاني سوف يفجر كل الغضب الكامل في نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني بل في نفوس أبناء هذه الأمة ونحن نعتقد بأن انتفاضة القدس وهي تدخل أسبوعها الثالث أوصلت رسالتها ممهورة بالدم وبالسكين وبالحجر وبالمقلاع والبطولات الفردية وبالهبات الشعبية والجماهيرية أوصلت رسالتها أن القدس ليس فقط خط أحمر بل هو عنوان واستراتيجية الصراع ودائرة الصراع كل الصراع